بعد زيارة وفد من المشرعين الأمريكيين إلى تايوان رغم الاعتراضات الصينية بكين تطلق مناورات عسكرية جديدة متحدث قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني أعلن أن قواته أطلقت مناورات عسكرية قرب مديق تايوان وقال إنها إجراءات ضرورية ردا على الوضع الحالي في مديق تايوان تعهد أيضا بأن يقوم الجيش بحماية سيادة ووحدة أراضيه بعد استبعادهما من حضور القمة رفضت روسيا والصين قمة بايدن من أجل الديمقراطية والمزمع عقدها في ديسمبر المقبل سفير البلدين لدى واشنطن حذر في مقال مشترك نشرته صحيفة ناشنال انترست الأمريكية من أن القمة المزمعة ستتسبب بمواجهات أيدولوجية تتعارض مع تطور العالم الحديث فضلا عن خلق خطوط تقسيم جديدة تهدف إلى التفريق بين الدول القمة التي يستضيفها بايدن في التاسع والعاشر من ديسمبر تمثل أحد تعهداته الانتخابية لكنها تثير خلافا جديدا في سلسلة من التوترات مع موسكو وبكين فما الذي نعرفه عن تلك القمة؟ نتابع في الفترة من التاسع إلى العاشر من ديسمبر يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن أول قمة افتراضية للديمقراطية ستجمع قادة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع أجندة إيجابية للتجديد الديمقراطي والتصدي لأكبر التهديدات التي تواجهها الديمقراطيات اليوم من خلال العمل الجماعي القمة المرتقبة تعد حدثا هو الأول من نوعه ويضم نحو 110 دول للمساعدة في وقف التراجع الديمقراطي وانحسار الحقوق والحريات في مختلف أنحاء العالم حسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية وغاب عن لائحة المدعوين كل من روسيا والصين غير أن دعاة الحقوق يتشككون فيما إذا كان من الممكن أن تدفع القمة التي ستعقد عبر الإنترنت قادة العالم المدعوين لقطع شوطن له دلالة في سبيل تحقيق هذا الهدف بالنسبة للولايات المتحدة ستوفر القمة فرصة للاستماع والتعلم والمشاركة مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة التي يعد دعمها والتزامها أمرا بالغ الأهمية للتجديد الديمقراطي العالمي وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية وستضم القائمة المبدئية بعضا من حلفاء واشنطن ودولا يقول عنها الناشطون إن الديمقراطيات فيها مضطربة ومتراجعة أو في خطر ترجمة نانسي قنقر